السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا لحلقة اليوم 27 في شهر سعود سنطرقوا للعديد من المواضع وللأسف سنطرقوا حتى الموضوع اللي يخيب صراحة بزاف هو العنف اللي تلقاته واحد السيدة مغربية الزوج ديالها في بريشاك يحرقها وهذا الشيء يدي الوفاة ديالها الله يرحمها والله يوسع عليها والله يصبر العائلة ديالها صراحة سنتكلم عن هذا الحديثة اللي خيبه بزاف وقالتكلمه كذلك على الحلة الوبائية في المدارس الإيطالية وش حال من حلة التسجلات وقالتشوفوا يعني نظرة إجمالية على المدارسة وشنوا واقعها هنا في إيطاليا كذلك سنتكلموا على الحقيقة بزاف لأن الناس كترت لهذه مؤخرا عن البولوس ديال الآزمة ديال الضيقة اللي شافي جميع المرضى المسلمين ولا ديال الغدة الدراقية والذيال السكر وذيال الشراء شرح ديال السكر وذيال الغدة الدراقية يوم ما أريد أن ترحكم هذا الآزمة بشكل اناس ينيسوق من هات الشراء ما من نواله يا إخوان ما من نواله ما يمكنش الدولة أنها تعطي واحد 300-400-700 أورو الناس عندهم واحد المرض كالآزمة ولا عندهم مرض كالسكر ولا عندهم مرض كالغدة الدراقية كنتكلموا على ملايين ديال الناس اللي عندهم هات الأمراض ما يمكنش أنها الدولة ستعطي 500 أورو هنا وهنا 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 رأها مستحيل يا إخوان يعني ما تبقوش تايقوا أي حاجة في توا وأي حاجة شفتوه ورسمع شوه طرحوا السؤال في بالكم وإن الدولة بإمكانها تعطي الفلوس لقع هات الناس اللي عندهم مرض بطبيعة الحال السؤال والجواب لا اللي لكل شيء مرض خيب بزار لذلك يا إخوان كنعود نكرر رايشة في الجامعة سوف نرى العديد من الأخبار ونبدأ الحلقة ديالنا وكلبغير نشكر الناس اللي كتفاعل مع الفيديو بلايكو بالتعاليق والناس اللي لمشتشاركاش اشتركوا في القناة يا إخوان لها الطفلة نعيمة في الجنوب الشرقي ديال المملكة المغربية ولكن الحاجة اللي كنت أسف لها بزاف هو أنه علش هات الطفلة متعطاهاش حق متعطى العدنان عدنان تتكلم عنه كل شيء صغير وكبير صحافة وغير الصحافة كل شيء يعني تأثر بذلك القيسة وكل شيء يعني ادوى عليه وصحيح ذاك الشيء اللي وقع خاصنا نتكلمه على عدنان وخاصنا نعطيه حقه لكن هاد الطفلة نعيمة حتي يترى على نفس الشيء الطفلة اللي من نواحي أكدز اللي يعني منطقة داخلها في ورزازات كنت تتكلموا على الجنوب الشرقي ديال بلاد المغرب هات الطفلة يا إخوان كل ما تتكلمش عليها باسو الكوميدي المشهور اللي من زاقورا باسو كل ما تتكلمش عليها وحتى هو الشك يقول لك عليش تتكلموا على الناس كاملين وهات الطفلة عدى خمس سنين من بعد الاختفاء ديالها شهر هادية مختافية لقاوها اليوم فوحد جمل مقتولة لقاوها العظم ديالها والملابس ديالها يعني ما لقاوش حتل جوتة ديال الطفلة وعلى حساب الهادراليك الدور دابا حاليا بقي التحقيق يعني ديز كيقولوا بلا أنها الطفلة الظهرية يعني خطاط فواشي ناس اللي يبحثوا على ذلك شي ديال الكنوز وذلك شي ديال الشعواذ اللي ينشجيكم اللي ينشجي جميع أطفال المسلمين لذلك يا إخوان وبنادم يحاول إلى القرقية سبحان الله دوي بارت أجيهم وحاول يعني يفيق الرأي العام على هذا الشيء مؤخرا نكسر في البلاد ديالنا في المغرب ما عرفنا شنو السبب ولكن الله يستروا صافي والناس اللي عند الأدفال ومتخوفة على ربما تقدر هذه تكون ناصحة مزيانة كين هاد الماقانات تبحثوا الأمازون ولا تبحثوا الإي باي ولا جميع المواقع اللي يبيعون الشيء الالكترونيك تكتبوا أورولوجو بامبينو جي بي اس مثلا بحال هذا ركيكون فيهم جي بي اس وحاولت المواقع ورقا لكم على الهاتف يمكنك أن تقوم بعمله لجي بي اس هاد المغرب ما يوصل فهو اصبح ٤٥٠ أورو يمكنك أن تحصل على الهاتف ويقولون قد يمكنك أن تقوم بعمله وفي الهاتف ويتمعه سيكون قد يظهر وذلك يمكنك أن تقوم بحالة وأنه سنتجهت المواقع لذلك يمكنك أن الناس اللي تريد هذا الجهاز متوفر في جميع المواقع الالكترونيك فيما يخص الحالات في المدارس كنت تكلم عن أكثر من 500 حالة العدوى في المدارس من بدأ المدرسة واحد الابليكاتيوني اللي دروا واحد جوز شوبان اللي هم باحثين في الونيفيرسيتا يعني باحثين جامعيين دروا واحد الابليكاتيوني بها يحسبوا العدد الحالات وبطبيعة الحال دكشي اللي يحسبوها ربع أرقام وببلاغات رسمية لذلك هم حسبوا قبل ما تبدأ المدرسة قبل 14 كانوا الحالات ديال المدارس اللي تشكلوا فيها الحالة 18 من ربع أرقام 23 كانوا 365 والصيمان الأخرة من بعد الانتخاب تفشحوا المدارس زادت 145 حالة لذلك كنت تكلموا لكتر من 500 حالة ديال الأطفال اللي تعادوا في المدارس وأساسيها الأغلبية هم صراحة أطفال كنت تكلموا أطفال وشباب كنت تكلموا على 74.7 يعني 75% راهم تلاميذ وعير 12.5% هم يعني دوتشاند يعني معلمين والباقي الناس اللي يخدمون في المدارس أكثر مدارس اللي تجلوفها الحالة هم المدارس التانوية يعني التانوية 31.5% الابتداء 24.6% الانفانس يعني الروض 21.3% ولماذا ديال الإعدادية 14.8% يعني كنت تشوفوا لماذا ديال الإعدادية هم أقل المدارس اللي تشكلوا فيهم الحالة هذا الشيء إخوان زيادة عن القوانين أنه أي طفل ضربوا البرد أو لا ضربته يعني زوكا ملاشحة بحال موقع ولماذا ديال الإعدادية حتى يرجع للمدارسة القانون رأي خرج هذه يومين تكلم عنه في الحقق البارح يعني أعطيناه وقت وشرحناه مزيان وشرحناه المشاكل اللي ستكون فيه وبهذا الشيء اللي لا تفرج فيه يرجع الحقق البارح سيقدر يشوف هذا الشيء بطبيعة حلقة نصح الناس اللي عندهم بالأولاد يتفرجوا حيث ينفعهم موسيقى فيما يقصي هذا الشيء الذي يقع في بريشة زوج مغربي هذا الشيء يقع نهر عشرين في شهر تسعود يعني السيمانة نقاش على حسب مكتبة الصحافة وراءها جميع الصحافة تكتب على هذا الموضوع يا إخوان الكثير من المواقع وفي إيطاليا تتكلم عنه الكثير من الراديو وهذا الشيء الذي يقع يا إخوان بسبب مشاكل بليدة يعني ليس حاجة كبيرة لتصادعه يعني حاجة خربائقة تصادع عليها سيد هز واحد ليكويد يعني شيء حاجة لغا تكون لغا تكون لغا تكون كبها على المرأة وشعل فيها العافية بطبيعة الحال من إذا كانت شيء راه تدار حتيات تحركت في واحد البلاسة سيد براس وتتوارات تحرك عيطوا للناس جول بونبيا جول بونيس سيدة دوها السبيطار ديال بريشة دوزت فيه شيومين وثلاثين من بيع دوها السبيطار ديال جينوفا حالة صعيبة ولكن للاسف اليوم دم الأمانة آمانة وتوفاة لله يرحمه ويصبر العائلة ديالها سيدة عنده 45 سنة سيدة لزوج دياله عده 10 سنين كتر منها كنت تتتعلق معنا سيدة اسميتها مينا وصراحة لا تتتعلقوا عنها أبناء ولكن سيدة ولكن لديه الحراسة للبوليس لماذا يتحرك في هذا الحادث الذي يداره سوف يتشافأ لكي يديه للسجن الله يأخذ فيه الحق وصراحة هذه الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية والدبغ رأى أكثر وحدات متضررات فيها وهم النساء لذلك رسالة للرجال والصبر من عند الرجال ومن عند النساء رأيت مؤخراً هذا القلص في الدار وهذا القلص في الدار وهذا القلص في الدار وهذا السبب والصراعات في المنزل والإحصائيات التي خرجت من وراء الحجر الصحي لذلك صبر ومشاكل بسيطة جداً رأي الصحف لا تتكلم على المشكلة بين الزوجين ولكن تتكلم على مشكلة بسيطة جداً لذلك مشكلة بسيطة جداً لأنك تقدر تقول النتائج للوخيمة بثافة على الزوجة أو على الزوج يعني رهتش واحد مرابح والصيرتولة كانوا عندهم أطفال فين غيب شيء يعني التشرد المبين يعني السيدة يعني توفات سيد غيب شيء للحبس والأطفال يبقوا تشرد لذلك يا إخوان صبر 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 وأنا لا أريد أن أقوم بسيطة جداً أقل واحد فيكم تجربة يعني فتش ديال الزواج لذلك الواحد يحاول يتكلم ويحاول يبدل السعب أخرى ومبلما الواحد يكتر صداع والوحد يتغلى في الزوجة والوحد يحاول يتجنب صداعات التي تقدر تولي النتائج في هذه الحالة الكاريتية صراحة خبر آخر يا إخوان هو الكامبانيا الكامبانيا كما ترى الحالة الوبائية في إيطاليا بدأت ترتافع ومن بعد الفتوح ومن بعد الفتوح والديسكوتيكات وكانت الحرية والريلاكس بدأوا الحالات يرتافع في إيطاليا ومن بعد فرنسا ولكن بدأوا الحالات يرتافع وكثم ما تكونوا راحتوا من بعد أنه لومبردية كانت الأولى مؤخراً ولكن كامبانيا هي الأولى في آخر 24 ساعة كامبانيا تسجلها في 274 حالة رأس السلاف تحليل لذلك يعني تحليل لا يكترش ولكن كنت تتكلم على نسبة للناس الذين يلقوا في كل مئة تحليل طالعب كنت تتكلم على 4.5 في الحين أنه الماديا ناتسيونال يعني المتوسط الوطني يتتكلم على 1.5 أو 1.8 يعني يعني في الكامبانيا المتوسط طالعب 4.5 تتكلم على كل مئة تحليل هذا يجعله كرئيس والحاكم للقانون الجديد الناس الذين يدخل من النابولي خاصة تحليل هنا بطبيعة الحال سنعطي أسبقية الناس الذين تنزل من باريجي من ليوني بارتشلونو وفرانكوفورت يعني المناطق ولكن ما نسى سبعدوش أنه حتى الناس ستأتي من كازابلانكا من الدار بيضاء وربما حتى هم ما يدرون لهم تحليلها لذلك هذه خبر يقدر يهم حتى الناس اللي سترجع في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله لنابولي من المدينة الدار بيضاء ودبانجون تكلموا على هذا البونس لازم البونس للمرض الضيقة الله يشافي الجميع والله يحفظكم من هذا المرض يا إخوان لذلك هذا البونس يتكلموا بثافة المواقع و بثافة الفيديوهات يتكلموا على 180 أورو للشهر للناس اللي عندهم لازمة بطبيعة الحال كنا شرحنا الفيديو للبونس السكري لذلك شرحناه مزيان و شرحته معه في خمسة دقائق و أنا كنت ندوي عليه و كنت شرح فيه مزيان لا أريد أن نستغرق خمسة دقائق أخرى لشرح هذا البونس ولكن الناس اللي لم يفاهم فتح تستطيعون أن تجد ذائق السكرية و سأجد ذائق السكرية و هي نفس القادية لذلك كيف يقول للدولة يجب أن تُعطي هذه البونس للناس اللي عندهم المرض ولكن الدولة ستعطي الالتالي لفلوس لنس اللي عندهم المرض وللنس اللي عندهم الغدوى والسكري نفس الحاجة لن تكلمها حيث لذلك هذه الأمراض تقدر تؤدي للشعر أن يكونوا قادرين لعاملهم الخدمة العادية اليومية لذلك تصدر لديه تعويض مثل البنسيوني مثل البنسيوني للإعاقة التي يأخذ الكثير من الناس هذه الآزمة والسكري والغدة الدولي يتطلب على حساب المرض الذي لديك وعلى حساب الخطورة تكون لديك نسبة للإنفاليديتا وعجز إذا كانت لديك عرض الآزمة فالإنفاليديتا يكون لديك ٢١١ إلى ٥٥ فالسكري إذا كانت لديك ٢١ أو ٥٠ يكون لديك ٤١ إلى ٥٠ هذه الآزمة إذا كانت لديك عرض الآزمة بوحدة من ٢١ إلى ٥٥ ولكن نحسب الضراجات كلما كانت لديك خيبة بثائفة و يرافقها أمراض أخرى تزد هذه النسبة ربما تستطيع التوصل إلى ٩١٪ في المياه يعني نحسب لديك خيبة يعني الناس الذين لا يقدرون أن يخدموا ولماذا لا يقدرون أن يخدموا لديهم الآزمة خيبة بثائفة لديهم الحق فيها الناس الذين يخدموا لديهم الآزمة ويأتي الحياة لديهم جيدة وربما مرة مرة تأتي لديك الكريز ربما لا تظن أن هذه الدولة تعطيكم شيئا لماذا؟ لأن الدولة تعطي البوروس من فوق ٥٠٪ للعجز الصحي بحال الناس الذين لديهم السكري ستكون لديك السكري حتى ٥٠ إذا كانت القادية صعبة حتى ٥٠ ويأكيد الناس الذين لديهم لذلك الناس الذين لديهم الآزمة بحضة لا أظن أن الدولة تعطيك شيئا عندك الآزمة و أمراض أخرى خطيرة والتي لا تجعلك أن تخدم و لا تجعلك أن ترزق الله هذه الساعة الدولة تعطيك شيئا هذه الحاجة التي تعطيك هي ٢٨٠ أورو في الشهر وبطبيعة الحال قد يدفع هذا البوروس للناس الذين لديهم ١١١ حتى ٥٥٠ أورو في مدينة نقول لكم لا تجعلك شيئا لا تجعلك شيئا مثال الناس الذين لديهم مرض بالسكري دولة تقريبين ٣٠٠٠ مليون و نص وكين ١٠٠ مليون الذين لديهم مرض السكري و لم يعرفون ٢٠٠ مرض السكري ربما يحيث في البداية المرض ربما يحيث عندهم ٢٠٠ سكري قليلا و لا يقلش به لذلك نتكلم عن ٤٠٠٠٠٠٠٠ و لم يكن بإمكانه ٤٠٠٠٠ مليون و نص لديهم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ستقريبين ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ لا ممكن لأنه ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سوف يقلصون خدمة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سوف يتحصلون على ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ فقد يت Fair enough. فلا نقام الى ٢٠٠٠٠٠٠ much لأنه لديك ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠٠١ حتى يستطعون للهربية إقتصادة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢ مع العلم انه العدد ديالت تحليل راقليل لذلك يعني مشارق من قلوه عادي يعني كان واحد شوية ديالت تخوف انه الحالات تبدأ ترتافع في ايطاليا ولكن رغلا شجينا نشوف الجيران ديالنا يعني فرنسا اسبانيا رومانيا المانيا وبزاف الدول يعني رابدا والحالات ديالهم كترتافع يعني كالقاوه ايطاليا الوحيدة هي والمانيا للحالات في اوروبا بقى المستقرة لذلك يا اخوان لا يسر ولا يحفظ من اي ارتفاع حالات ليقدر يكون في الاسابيع القادمة لذلك العدد المالي راه قرابة ميتين الت Exceptioni مؤثر equivalentا الفن ساعة تثرة الام. الناس اللي تأ considصر في اواتفاني رامب today월هو ـ٣ پ Wei ستصبحون ١٢٤ ١٣٤ رودم مانانة Whisper, تشك認 ٫٤٢ أعلى عددا ان تؤكد حاليا الى طالما ساعة ساعات من ١٣٤ الساعة و ١٢١ شخص ل leisten ש نتستح cherاتذان حالات 투ارات يتوفر جيدة ساعات عالية ميتين من ٢٣٤٤ تقريبا تقريبا 17000 تحليل ناقصة وغدا ان شاء الله سيكون قل من 87000 كيفما عودتنا ايطاليا كل يوم اثنين توزيع الحالات حسب الجهات فهو كالتالي لومبردية 116 ايميليا رومانيا 97 بيمونتي 132 الفانيتو 159 مارك 24 ليجوريا 45 كامبانيا 245 كيفما ترى الكامبانيا تسجيل حالات كثيرة وهي اكثر منطقة متضررة توزكانا 101 سيشيلي 107 لاتسيو 181 فرولي فانيتا جوليا 28 لابروتسو 47 بوليسو بوليسو اومبريا 21 بولتسانو 22 كالابريا 31 سردنيا 193 فالي داوسط حالات 42 موليزي 7 حالات بازينيكاتا 47 حالة فيما يخص الحالة الوبائية في المغرب للأسف بالنظم تعود حتى في المغرب لم يبقى كثيرا وكنت شوفوا فيديوهات للناس في المغرب يدوروا بلاك مامات تشوي واحد ما متسوق تشوي واحد ما على باله بعض المرض لذلك الحالات التي تسجيل في اخر 24 ساعة هم 2444 العدد الإجمالي كوالي كثر من 117000 الناس اللي تم الاستبعاد في اخر 24 ساعة كنتكلموا على 21500 الناس اللي تشوفوا اليومارهم 1441 والعدد الإجمالي كوالي 95591 الناس اللي تشوفوا في اخر 24 ساعة الله يرحمهم 28 شخص والعدد الإجمالي كوالي 2069 الناس اللي كتلقى العلاج راها كثر من 20 ألف أي بزيادة 975 مقارنة بالأمس توزيع الحالات حسب الجهات الضار بيضة 969 24 ساعة 348 ماسسة 333 ملاي الخنوية 296 مركش اس 187 درعتها 143 طانجات يطول حسيمة 84 مكناس 66 عيون الساقية الحمرة 34 ودخل دهب بهذا اخوانكم كنت تمنى الآخر الحلقة تعالوا على الرسالكم وإلى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله